اهلا بكم النهاردة بحلقة جديدة وفيديو جديدة هنتكلم فيهم عن الابراج واهم نصائح وتحذيرات الابراج لشهر يناير 2021 امبارح عملنا برج الحمل واول امبارح عملنا برج الطور والنهاردة هنكمل سلسلة الابراج وهنعمل برج العقرب هنتكلم عن برج العقرب الماي ونقول اهم الطقاط المساطرة على برج العقرب ونصائح والتحذيرات والتنبيهات اللي حب ان انا ألفت انتباه برج العقرب ليها في شهر يناير 2021 طبعا برج العقرب ده احنا قلنا انهم الابراج اللي كانت 2020 سنة كبيسة عليهم كانت سنة صعبة كانت سنة فيها مسؤوليات كبيرة كانت سنة فيها تعب كانت سنة متعبة مرهقة حتى على الجانب الصحي على الجانب النفسي على الجانب العائلي على الجانب الفلوس او الماديا كمان كان برج العقرب عنده مشاكل كتير جدا الا ان الفترة دي زي ما قلت العرب يعني ايه خليه بس نعدي اول شهرين او اول ثلاث شهور مستمع انا حاسة ان كل حاجة هتبدأ تظبط وتبقى افضل شيئا فشيئا في برج العقرب اول نصيحة احب اقولهاي لك في شهر يناير وفي بداية سنة 2021 هو الصبر مفتاح الفرج اصبر يا برج العقرب عندك انفراجة قريبة بس علشان تذبط ان انت قدها وقدود لازم ان انت تصبر اول نصيحة ان انت تصبر لان عندك طاقة انتظار واضح ان انت منتظر حاجة ممكن تكون منتظر عدالة السماء ليك منتظر انت تاخد حقك من حد منتظر ان حد يعتزلك منتظر شخص يدخل لحياة جديد منتظر الحب يمكن اكتر ثلاث طاقات حاليا اقولوليك لانضم وظبوط ولا لا يا جماعة مسيطرة على برج العقرب المائي في شهر يناير الطاقة دي هي طاقة انتظار يعني انت منتظر حاجة معينة طاقة قلق انت الان في حاجة انت ملقاك يا برج العقرب وعمللك قلق واخر حاجة طاقة ندم في حاجة انت عملتها ممكن تكون ندمان على حب قديم ندمان على شخص دخل حياتك ندمان على صديق اعطت له سرك وشوف الشخص ده ما طلعش قد يعني فيه اصدقاء انت مغزول فيهم او ناس قريبك او ناس كنت مرتبط بهم وتحبهم وحاسس ناس دي خزالتك وما كانوش قد الثقة اللي انت اديتها لهم يا برج العقرب طيب اول حاجة فانا بنصحكو كمان تاني نصيحة زوليكو خالي عمدوكو برضو هدوء وطولة بالي يعني ليه علاقة بالصبر برضو يعني يخليك واثق في نفسك يا برج العقرب واثق ان الخير قادم يعني كل ما هتاصق ان الحاجة الخير جاية عندك اعملوا look of attraction يا جماعة فكروا في الخير او تفاقلوا لان انا شايفة ان الفترة دي بتسيطر على برج العقرب شوية تقاط سلبية او شوية يعني هقول تشاقم فانا مش عايزة تشاقم ده يتملك منكو يا برج العقرب علشان كده عايزاكو تبصوا للامور بنظرة ايجابية عايزاكو تبقى عندكو ثقة في نفسكو ثقة في قراراتكو الفترة دي اكتر من كده تالت نصيحة الفترة دي يا برج العقرب ايه فراشة الرخمة دي تالت نصيحة يا برج العقرب احب ان انا ارفت انتباهكو ليها هو انتبهوا على صحتكم ممكن يكون عندك وعكة صحية في بداية من نهاية السنة لبداية السنة حاولوا ما تنزولوا يا جماعة عشان موضوع كورونا مسكتك في وشك كحولك في ايدك جوانتياتك بقى راس لقديكو انتبهوا على صحتكم فقد يمر برج العقرب وعكة صحية عشان كده خلي بالكو اتخدوا كل اجراءات السلامة متحتكوش بناس كتير حاولوا ان انتو تقللوا خروياتكو يا برج العقرب انا عارفة انتو زهقانين العقرب فترة دي ملان او زهقان زي ما قلت العقرب في طاقة انتظار قوية جدا جدا واضح ان برج العقرب مستني حاجة بفرق الصبر في حاجة انت حاطت كل امالك عليها منتظرها ممكن يكون مستني خبر مستني فلوس مستني وظيفة مستني مشروع مستني نجاح حاجة في حاجة انا قلتها في طاقات 2021 انت ممكن تكون بتفكر تعمل مشروع جديد يا برج العرب اعتقد العرب بيفكر في مشروع جديد ممكن يكون مشروع لعلاقة بالعيلة يعني انت عايز استعمل تدخل في شريك مع حد من عيلتك مع حد من اصدقائك حد قريبك مش حد بعيد فيه تفكير في مشروع جديد على النطاق العملي شايفة ممكن يكون عندك ضغوطات في العمل او انت عندك مشاكل في العمل شوية مشاكل او ما عندكش اصلا شغل يعني ممكن تكون معظم العرب الفترة دي بيعاني من قلة الشغل لو انت عندك مشاريعك الخاصة مفيش شغل او انت كنت تكون تركت وظيفتك او عندك مشاكل في العمل فمش مشكلة هنعدي شهر يناير يا جماعة وزي ما قلت الصبر لازم نصبر علشان الدنيا هتتخسن شيئا فشيئا انا شايفة بتشتغل على حاجة مشاهر يناير بس اثرها يعني انت زي ما تكون بتبتدي مشروع وعندك بداية جديدة او عندك حاجة انت شغل عليها هتأثر على مستقبلك بس الريع بتاحها او الانكم بتاحها او الفلوس بتاعتها مش هتدخلك في يناير بس انت هتتديها في يناير عندك حاجة وبشجعكو عليها على فكرة حاجة دي هتجيبلك انكم كويسة هتجيبلك فلوس كويسة فانت في حاجة جديدة بتشتغل عليها فانت عمل بتشتغل عليها بس ما بتجيبلكش فلوس دلوقتي بس الفلوس هتبدأ تدخل من بعد يمكن من نص فبراير طيب تعالوا بقى نتكلم عن برج العرب والحب اول حاجة هتسألكوا يا جماعة قولولي تحت القراءة دي بتتفق معاكم ولا لأ قولولي كمان بتتفرجوا علي من فين وانتوا برج ايه مبسوطة جدا لما عرف ناس اللي بتباني 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 من انقحاء العالم في حاجة بيقول لي انت برج ايه لا ده واضح ان الشخص ده او مرة تباني انا برج العزرق يا جماعة مش بيه ان انا عزرق اشياكة والاناقة ما محبش اكلم عن نفس كتير طيب تعالوا بقى نتكلم عن برج العقرب والحب طيب برج العقرب معظم العقرب عطفين كان عندهم انفصالات في نهاية 2020 يعني اعتقد بنسبة كبيرة جدا مش هنقول من بداية 60% من برج العقرب كان عندهم انفصال عن حبيب او شخص سابه بعض في نهاية 2020 اوكي برج العقرب فانت قردي سبت حد فانت دلوقتي سنجل وبتبحث عن الحب او انت متخانق مع الشخص دا يعني فيه زعل ما بينك ما بين الشخص اللي انت بتحب وتقفر بقى انت عقرب ست ولا عقرب راجل انت زعلانين من بعض زعلانين من بعض لليه واضح ان الحبيب بتاعت يعني يعني هو ممكن يكون اذاك نفسيا دايقك او ان هو زعلك انت اللي زعلان انت الشخص اللي زعلان في العلاقة يعني انت دلوقتي ممكن تكون زعلان من حبيبك او خطيبك بقى جوزك بس العقرب هو اللي زعلان ليه لانه دايقك الشخص دا ايه صفاته صفاته انه هو شخص تنيك عنده ايجو على فكرة يعني شايف نفسه ما بيغلطش نفسه شخص دا شافش نفسه غلطة ممكن نتهمه بالانانية شوية وشخص اناني بيحب شغله جدا واضح انه شخص ناجح في شغله مع ذلك هو حياته ملغبطة الشخص دا عنده مشاكل كتير جدا في حياته يعني هو مش حياته مش straight forward عنده عدم استقرار مادي عدم استقرار في عمله فهو ملغبط عنده قلق كمان يعني بس الشخص دا هو بيتجاهلك دلوقتي بيع انه بيرقبك على فكرة اني حبيبك او الشخص اللي انت بتحبه يا برج العرب بيرقبك الا انه هو بيعرف يبين عكس مشاعره واضح انه هو شخص زكي قوي جدا يعني هم بيعين لك عكس مشاعره بيعين لك انه هو بتجاهلك بيعين لك انه هو مش في دماغه بيعين لك انه هو عادي يعني بس هو بيرقبك في صمت بيفضل يرقبك وانت ايه مش مش واخي ببالك وعايز يثبت لك ان هو السعيد وموسوط من غيرك وحياته مش فرقة ومنطلق مع صحابه واضح ان هو كمان شخص اجتماعي عنده صحاب كتير وصحابه مهمين جدا جدا بس انا شايفة ان ممكن تتقابله صدفة والشخص ده قرر يواجهك يعني شايفة ان في شهر يناير 2021 ممكن تتقابل انت والشخص ده الصدفة في مكان وتخصم واجهة وهو اللي هيقرر يواجهك ويقولك ايه المشاكل وايه الحاجات دي بس انا شايفة ان الشخص ده عنده الفترة دي ممكن هو مش فاق مش ملاكز معك لان نفسيا كمان عنده مشاكل نفسية او عائلية او صحية او عائلية كتير يعني ممكن يكون متخنق مع اهله وعنده مشاكل مع اهله بس هو عنده مشاكل كتير جدا جدا وشخص لا شخص على فكرة يعني هو رومانسي وحساس جدا يعني بس انا شايفة ان ممكن تكون يعني يعني انت بتحبه اكتر يا برج العرب لو انا قرنت حبك للشخص ده لانت ضمر نيتك عليه دلوقتي حالا يعني انت بتحبه اكتر هو مواضح ان عنده options تانية يعني هو ممكن يكون في حد قريدي داخل حياته جديد معجب بحد تاني هو واضح ان عنده حواليه ناس كتير بس انت معجب بيه وبتحبه اكتر ما هو بيحبك على فكرة استاني حبيبك يا برج العرب هو كمان شايف ان انت عايش حياتك او انت مش بتفكر فيه لان انت كمان تقيل عليه او انت راسي كده مش بتجري وراه فالموضوع ده برضو غيزه منك ان انت بتتجاهله وهو شخص الايجو بتاعه او هو شخص مغرور شايف نفسه هو شايف ان ايه ده انت متحايلش عليه عليه او انت مصالحوش ليه فالموضوع ده مضايقه فهو شايف برضو ان انت زعلان وان انت متجاهله ودي حاجة مضايقة جدا يعني هو انا زي ما قلت ان هو عنده ايجو كده شايف نفسه شوية انا شايفك بتادي يا رب حياتك قريبا يا برج العرب هو ده الشخص المناسب يمكن الشخص اللي انت انفصلت عنه او اللي انت بعيدت عنه او الشخص ده مش بيحبك قوي او هو بيحبك او بس انت بتحبه اكتر فيه شخص مناسب انتظر وخليه عندك صبل لان الشخص ده داخل حياتك عامة قريب يا برج العرب زي ما قلت عندك طاقة ندم ووضح ان عندك ممكن تكون عندك مشاكل في اجتماعياتك وعلاقاتك الاجتماعية حاو تكبر دماغك ما تفكرش ما تكونش في سمتك ما تقعدش تفكر في حاجات كتيرة بس انا شايفة عندك طاقة صدمة كأنك مصدوم في نفس كتير جدا جدا حواليك يا برج العرب بس عايز اقولك ان كل الصفات اللي انت تتمناها في الشخص اللي انت عايز ترتابط به جايلك قريب يا برج العرب فصبرا جميلا باشكركم بحبكو جدا جدا يا برج العرب طبعا انت عارفين ان برج العرب من الابراج القريبة الى قلبي عشان ابوي يا برج العرب ما صاحبتي برج العرب سالي صاحبتي برج العرب عندي صحاب كتير جدا برج العرب بحبكو جدا يا عرب وانتم الابراج اللي انا بطفق معاها قوي قولولي القراءة دي انت بتطفق معاك ولا لا قريبت فرج عليها من فين انت برج ايه وفليس تعملوا شاير كتير كتير اللي اي حتى تعرفوه من برج العرب وسؤالي لبرج العرب هل انت فعلا حاسس بالخذلان او حاسس ان انت زي ما يكون منتظر العدالة اللي هي ان انت ترجعلك حقك لان الشخص اللي انت كنت بتحبه او اصدقاء ليك او ناس قريبك خذلوك واجعوا قلبك يا برج العرب ولا لا انتبهوا على صحتكو يا برج العرب ده اكتر نصيحة حب اشد عليها ستين خط شكرا اشوفوا في فيديو تاني وعمال شهر لصحابكم برج العرب طبعا على السوشيال ميديا باي باي